موسيقى نشر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الدابل آي دابل اس المختص في مجال الشؤون الدولية تقريرا تحدث فيه أن القوات البحرية في الدول الاسيوية تسعى للالتحاق بالغرب فيما يخص قدرات المضادة للجو وأوضح المعهد أن سفن الحربية الغربية ستكون في وضع صعب حال اندلاع المواجهات مع الصين مثلا أو مع بعض الدول الاسيوية الأخرى فإلى حد كبير لا يزال سلاح البحرية الأمريكي يهيمن عالميا فيما يتعلق بالقدرات الفائقة المضادة لأسلحة الحرب الجوية والتي تتمتع بها سفنه البحرية المقاتلة بيد أنه في الآونة الأخيرة عملت القوات البحرية الاسيوية بجهد كبير لبناء المزيد من هذه السفن البحرية لتصبح حاليا متفوقة على أوروبا في بعض النواحي وقد بدأت البحرية الأمريكية في ثمانينيات القرن الماضي بتغيير تدريجي في قدرات السفن البحرية المضادة للجو من خلال إدخال نظام الدرع القتالي الذي يسمى Aegis Combat System في الخدمة الأمريكية وطور هذا النظام ردا على التهديد المتزايد بشكل ملحوظ الذي شكلته الطائرات والصواريخ المضادة للسفن لا سيما خلال الهجمات المكثفة التي قد تقوم بها روسيا خلال الحرب الباردة ويضم نظام الـ Aegis رادارات مصفوفة طورية الفيزد أري ريدار ونظام قتال متكامل الـ Integrated Combat Systems بالإضافة إلى صواريخ أرض جو من أجل تحسين تجهيز اطلاق النار ووقت الاستجابة وطرق الاطلاق إضافة إلى توفير غطاء واسع للاشتباك وكتعزيز إضافي إنهام تم بعد فترة وجيزة اعتماد نظام الاطلاق الرئيسي متعدد الخلايا أو ما يسمى بالـ Multiple Cell Vertical Launch System BLS بدل من قاذفات الصواريخ المزدوجة أو الأحادية وأصبح نظام الدرع القتالي الأمريكي الـ Aegis Combat System في نواحي كثيرة معيارا للقدرة المضادة لأسلحة الحرب الجوية مما دفع بالقوات البحرية الأخرى حول العالم إما لتبني نظام Aegis في خدمتها أو محاكاته وقد تم تسليط الضوء على أهمية النظام القتالي البحري الأمريكي بشكل خاص من خلال عودة المنافسة بين القوى العظمى وانتشار الأسلحة المضادة للسفن الموجات بدقة والتي تطلق من مسافات آمنة تكفي للسماح للقوات المهاجمة بالهروب من النيران الدفاعية من المنطقة المستهدفة واعتقد الخبراء العسكريون أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تتمتع بميزة فيما يخص هذه القدرة مقارنة من جميع القوى البحرية الأخرى وتتمثل هذه الميزة في طراداتها من الفئة الكلاس تيكون دروغا ومدمراتها من فئة الألي بي كلاس لكن القوات البحرية الأوروبية قامت أيضا بضخ استثمارات كبيرة لإنشاء منصات مماثلة كوسيلة للاحتفاظ بقوة قتالية كبيرة وجاءت تطوير المعقد تكنولوجيا في الغرب على حساب الأعداد الإجمالية لهذه المنصات وبرز ذلك بشكل خاص في نوفمبر من عام 2018 حينما تعرضت الفرقاطة النرويجية الهيلغ انكستاد من الفئة الهن او امس هيل انكستاد إلى حادث تصادم بناقلة النفط أدى إلى غرقية وقد أدت هذه الخسارة في الواقع إلى انخفاض إجمال قدرة البحرية النرويجية على القتال البحري السطحي بنسبة 20% من جهة أخرى نشأت التطورات البحرية الحديثة الأهم حول العالم من القوات البحرية الأسيوية وتضمنت هذه التطورات قيام القوات البحرية في كل من اليابان وكوريا الجنوبية والصين باعتماد فئة من الطرادات بإزاحة كاملة تبلغ 10 ألاف طن أو أكثر وذلك لتنافس من حيث الحجم الطرادات الأمريكية من فئة التيكوندروغي كلاس وتعد جميع هذه السفن في المقام الأول منصات بحرية ذات قدرات مضادة للقوات الجوية على رغم أن معظمها تتمتعه بقدرات متعددة الأغراض كأن تحمل صواريخ مضادة للسفن أو حتى تستطيع أن تحمل قوات برمائية للهجوم الساحلي وتعزز هذه السفن الحديثة المضادة للجو القوات البحرية على تشكيل مجموعات مهام أو ما يسمى بالتاسك جروب حيث تقوم بالتنسيق فيما بينه لإنشاء سدا راداريا مضادا للهجمات الجوية المعادية وبالخصوص إذا كانت بمعياتها حاملات للطائرات ويرى المحللون أن التطور الأكثر وهمية في القوى البحرية الأسيوية يكمن في مغزون سلاح البحرية الصيني المتزايد من السفن مع التركيز منذ عام 2014 على اعتماد فئات المدمرات الـ Type 05 2D وفي عام 2020 على فئات الطرادات الـ Type 055 وفي الظاهر تبدو هذه الفئات سفن ذات قدرات عالية لكن لا تزال هناك علامات استفهام تدور حول أداء الأنظمة القتالية والرادارات والأسلحة المجهزة بها مقارنة على سبيل المثال بأحدث تجهيزات أنظمة الأيجس وبالعودة إلى البحرية الأوروبية فلعل أحد الفوارق اللافتة في قدرات القوات البحرية الأوروبية مقارنة مع القوى البحرية الأخرى تتمثل في أنظمة إطلاق الصواريخ الرأسية الـ VLS حيث تم تجهيز معظم السفن البحرية الأوروبية بأنظمة إطلاق رأسية تتكون في العادة من 48 خلية كحد أقصى لتمثل أسلحة رئيسية فيما تستوعب أنظمة الإطلاق الرأسية في السفن الأمريكية ما لا يقل عن 90 خلية وتم زيادة ذلك إلى 122 خلية عند تشييط طراداتها من فئة التكون دروغا وبالمثل تتضمن ونظمة إطلاق الصواريخ الرأسية على متن السفن اليابان حوالي 90 خلية في حين أن آخر سفن كوريا الجنوبية زودت بـ 80 خلية لإطلاق الصواريخ العمودية أما سلاح البحرية الصيني فتضم سفنه من فئة الـ Type O52D حوالي 64 خلية أما الفئة الأحدث الـ Type O55 فتضم 112 خلية ومن الواضح أن أهمية أعداد هذه الخلايا تبرز عندما يتعلق الأمر بالقدرة على القيام بعمليات خلال المواجهات المستمرة والحامية ونظرا لصعوبة عدد التزود بالإمدادات خلال الحرب خاصة في عرض البحر فإن عدد الخلايا المحدود لأنظمة إطلاق الصواريخ الرئيسية يفرض تبعا على قوى البحرية الأوروبية خاصة بما في ذلك البريطانية والفرنسية خاصة أن هذه القوى تنوي المشاركة في عمليات نشر طويلة المدى لمساعدة القوات الأمريكية في منطقة المحيط الهندي والهادي فتخزين الصواريخ على متن السفن بشكل رأسي وإطلاقها كذلك يوفر مساحة كبيرة على سطح السفن الصغيرة خاصة وهذه بدورها ستستطيع القيام بمهام الدفاع عن الأساطيل التي ترافقها أو المنشآة الساحلية والأصول البحرية الأخرى بفعالية كبيرة